قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن كانت هذه الخيمة تدار بها ملتقيات دولية حول الفكر الخلدوني بمركب مجهز يحضرها باحثون كانوا يقدمون إليها من دول عربية وأجنبية قبل أن يتحول هذا المركب اليوم إلى مجرد خراب ماثل للعيان كان زوار يأتي من داخل الوطن ومن خارج الوطن منهم أسدد جميعين في أكبر جامعات في هارفورد و لوكسفورد حتى الآن لم يكن مرافق التي تحتوي الزيارة والسياح لمنطقة هذه يأتي حتى مكتبة في المنطقة التي تحتوي نسخة المقدمة التي كتبها إبن خلدون هيكل عديدة لهذا المركب كانت تستغل للاجتماعات ومختلف النشاطات التي كانت بارزة بالمكان الذي يحتاج اليوم لإعادة الاعتبار عدم هذا المنطقة مرش يقام نهائيا وحتى المنطقة هذه هذا كان مركز البحوث ومركز بحوث الدراسات الخلدونية رغم ضائع تماما نحن ماذا بنا لو كانت دولة ماذا رغمنا نشوف كما وزارة الداخلية رغمنا تطلب من الأميار وتطلب من المنتخبين خلق مناصب استثمار فلا زال الحديث عن الثقافة وتثمين المناطق الأثرية والتاريخية مقتصرا على الصالونات المغلقة في وقت يبقى تاريخ إبن خلدون ومهد علم الاجتماع مهمل أمام أنظار المسؤولين رغم كل النداءات لنفض غبار النسيان عن تاريخ هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر